اشتركوا في القناة تكلمنا في الحلقة الماضية عن التعوذ وتطرقنا لتعريفه وحكمه وألفاظه وأحواله من حيث السر والجهر ونواصل حديثنا في هذه الحلقة عن التعوذ ونبدأه بمسألة أوجه التعوذ مع البسملة فهناك أربعة أوجه الوجه الأول الوقف عليهما كأن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الوجه الثاني الوقف على التعوذ ووصل البسملة بأول سورة كأن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الوجه الثالث وصل التعوذ بالبسملة والوقف عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والوجه الرابع والأخير وصل التعوذ بالبسملة ووصل البسملة بأول القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهذا سواء كانت القراءة أول السورة أم لا إلا أنه إذا كانت القراءة أول السورة فلا خلاف في البسملة لجميع القراءة وإن لم تكن القراءة أول السورة فيجوز ترك البسملة وعليه فيجوز الوقف على التعوذ ووصله بالقراءة ولنمثل لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا وجه الوقف على التعوذ الوجه الثاني وجه الوصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلا أن يكون في أول القراءة اسم الجلالة نحو الله لا إله إلا هو فالأولى أن لا يوصل التعوذ بالقراءة لما في ذلك من البشعة وإن عرض للقارئ ما قطع قراءته فإن كان أمرا ضروريا كسعال أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد التعوذ لكنه يعيد التعوذ إن رد السلام أو قطع القراءة ثم بدى له أن يعود إليها فهنا لا بد أن يعيد التعوذ أقول قولي هذا وأصدفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا